بالنسبة لقيام الليل في البيت هل أقرأ جهرا أم سرا يا أبا حمزة من سوريا بارك الله فيك بالنسبة لقيام الليل يجهر الإنسان بقيام الليل الجهر المعتدل الذي لا يوقظ النائم ولا يلبس على القائم ولذلك يقول جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل فتقوم تقرأ تسمع نفسك لأن رفع الصوت له أثر على الخشوع رفع الصوت له أثر حتى على قلب الإنسان فالإنسان الذي يقرأ بصمت حيث ربما يخرج من الصلاة وما خشع فيه يخرج من الصلاة وما علم ما قرأ أما الذي يقرأ ويرفع صوته رفع المعتدل إذا كنت والله تسكن لوحدك ارفع صوتك ما شئت أهم شيء الجيران ما يسمعون إذا كنت في غرفة لوحدك ترفع الصوت بالقدر الذي لا يخرج الصوت خارج الغرفة واضح؟ بارك الله فيك